بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله موضوع محاضرتنا اليوم هو مقدمة القصيدة الجاهلية اللافت للنظر أن معظم شعراء العصر الجاهلي وفي معظم قصائدهم قد ألحوا على أن يبتدئوا بمقدمة طللية وغزلية معظم قصائد هذه معظم المتتبع لقصائد الشعر الجاهلي يجد هذا الإلحاح الغريب على هذه المقدمة الطللية والغزلية وقد حاولوا النقاط قديما وحديثا أن يجدوا تفسيرا وتعليلا لهذا الإصرار على هذه المقدمة الطللية هل هو مجرد تقليد فني هل هناك عوامل نفسية عوامل حضارية عوامل فكرية تختفي وراء هذا التقليد لذلك لو حاولنا أن نستعرض معظم هذه التفسيرات قديما وحديثا فسنجد أنها تفسيرات مختلفة وتختلف باختلاف زاوية النظر أقدم هذه التفسيرات والتفسير الفني الذي ذهب إليه ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعر وهو تفسير فني ويمكن أن نسميه تفسير نفسي عاطفي على اعتبار أن ابن قتيبة تحدث عن الوسائل الفنية التي تستثير الجو النفسي والعاطفي لدى المتلقي فقد فسر هذه المقدمة بأنها تقليد يحاول فيه الشاعر أن يخلق أجواء نفسية وعاطفية تثير المتلقي وتجعله مهيئا لاستقبال موضوع القصيدة على اعتبار أن موضوع الغزل وموضوع الرحلة وموضوع الفراق هي موضوعات محببة تميل إليها النفوس فلذلك يتهيئ المتلقي نفسيا لاستقبال وتفهم موضوع القصيدة الرئيس يقول ابن قتيبة سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيدة إنما ابتدأ فيه بذكر الديار والدمن والآثار فبكى وشكى وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الضاعنين عنها ثم وصل ذلك بالنسيب النسيب الغزل فشكى شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه على احتبار أن القلوب تميل هذه الموضوعات وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه لأن التشبيب أي الغزل قريب من النفوس لائط بالقلوب لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء إذن ابن قتيبة يفسر مقدمة طللية بأنها مجرد خلق جو نفسي واستثارة عاطفية لدى المتلقي لاستقبال موضوع القصيدة الرئيس هناك تفسير آخر ذهب إليه المستشرق الألماني فالتر وبرامنة ويطلق عليه التفسير الوجودي أولا ما هي الوجودية؟ الوجودية أو المذهب الوجودي هو توجه فكر حديث باختصار شديد الوجودية ترى أن الإنسان يولد خاليا من أي فكر أو عقيدة ولا يجب أن يفرض عليه أي فكر أو عقيدة وأنه حر في خلق ما يشاء من عقائد وأفكار وأن يعبد ما يشاء من آلهة لذلك هم يرون أن الوجود سابق على الماهية أي أن الإنسان يوجد ثم يخلق ماهيته وما يخلق أفكاره وعقائده فهو يرى أن الشاعر الجاهلي كان يعاني جهلا ونقصا في الجانب العقائدي كان يقف حائرا خائفا أمام موضوعات الموت مثلا موضوعات الكون التي لا يجد لها تفسيرا وكان الطلل معلم من معالم الموت بالنسبة لديه كان يقف أمام صورة الموت التي تضغى على الطلل باحتبار الطلل هو جفاف ورحيل المرأة التي هي رمز الولادة فكان موقف الشاعر من الطلل هو موقف الحائر الإنسان الحائر الذي لا يملك تفسيرا للموت موقف الحائر أمام موضوعات الوجود الكبرى كالموت والوجود وما بعد الموت لذلك يرى أن هذا الوقوف أمام الطلل نابع من حالة الفراغ العقائدي الذي يعانيه الفرد الجاهلي ولذلك أطلق على هذا التفسير بالتفسير الوجودي أي تفسير الإنسان الفارغ داخليا من أي عقيدة الإنسان الذي لا يملك تفسيرا للوجود وذهب إلى هذا الرأي أيضا دكتور عز الدين إسماعيل الذي ربط موضوع الطلل بعنصرين مهمين وهما الحب المهدد بالرحيل والحياة المهددة بالموت على اعتبار أن هذا الإنسان أيضا يمثل هذا الشعر والواقف أمام الطلل يمثل موقفا من حالة وجودية لا يملكها تفسيرا وهي الحب المهدد بالرحيل الدائم والحياة المهددة بالموت التفسير الآخر هو التفسير الحضاري الذي ذهب إليه الدكتور يوسف اليوسف وهذا التفسير باختصار يمثل موقف الشاعر من الطبيعة الطبيعة التي تمارس قمعا على هذا الشاعر وعلى الفرد الجاهلي قمع على ثلاث مستويات المستوى الأول على مستوى المعيشة لأنها دائما تهدده بالقحل والجفاف فيضطر إلى الرحيل هذا القمع على مستوى المعيشة وعلى مستوى الطبيعي يرتبط بقمع آخر وهو القمع على مستوى الحضارة لأن هذا الرحيل المستمر يؤدي إلى حياة رحلة مستمرة وانتقال مستمر ومن ثم لا يستطيع الإنسان الجاهلي أن يستقر في مكان وأن يخلق جو حضاري وأن يتطور حضاريا فلذلك يرجع ويعيد الشاعر الجاهلي سبب هذا الفقر الحضاري والفقر الطبيعي إلى الطبيعة نفسها وهذا القمع على هذين المستوين يرتبط بقمع على مستوى الثالث هو القمع الجنسي طبيعة الحياة الجاهلة وعدم الاختلاط وحرمة الاختلاط منع الاختلاط منع اللقاء أن يرتقي الشاعر بمحبوبته كل ذلك حسب قول الدكتور يوسف يوسف ولت حالة من القمع الجنسي فهذه الأشكال الثلاثة من القمع كان الشاعر يعيشها حين يقف أمام الطلل أولا يحاول التنفيذ عن حالة القمع الجنسي وثانيا يحاول بكاء الطبيعة والحياة والبكاء أمام الجفاف الذي يهدد حياته وثالثا يحاول أو يظهر البكائية من عدم استقراره الحضاري من انتقال مستمر الإنسان بطبيعته يتعلق بالمكان الذي يعيش فيه لكن طبيعة الحياة الجاهلية تهدده دائما بالرحيل فهو يبكي الوطن يبكي المستوى الحضاري التفسير الآخر هو التفسير الأسطوري وأبرز من ذهب عليه هو الدكتور نصرة عبد الرحمن هذا التفسير يرى أن الوقفة الطللية هي بقايا لطقوس عبادية للديانات قديمة كانت تمثل الوقوف أمام معابد عبادة الشمس الشمس كانت معبودة وكان يرمز لها في الديانات القديمة وفي العصر الجاهلي أيضا يرمز لها بالغزالة وحتى في اللغة الجاهلية الشبس كانت تسمى الغزالة فالوقوف أمام الطلل هو بقايا من تلك الطقوس العبادية وهذا الطقس العبادي ربط في الشعر الجاهلي لو طلعنا على معظم وصاف المرأة في الشعر الجاهلي سنجد أن الشعر يربط بين المرأة والشمس وبين الغزالة دائما يشبه المرأة بالشمس ويشبه المرأة بالغزالة فكأن المرأة تنتلك حسا عباديا حسا ألوهيا ما زالة راسخا في أعماق وعي ولا وعي الشعر الجاهلي فهو حين يقف ويبكي المرأة الراحلة كأنه ما يمارس طقسا عباديا يبكي فيه الآلهة الراحلة الآلهة التي هي رمز الحياة في الصحراء تفسير آخر هو التفسير الاجتماعي أو السوسيولوجي مصطلح السوسيولوجي يعني الاجتماعي وذهب إليه دكتور يوسف خليف يوسف خليف يقول أن طبيعة الحياة الاجتماعية طبيعة التركيبة الاجتماعية للحياة الجاهلية قائمة على التنقل المستمر الرحيل المستمر لا يستقر في مكان حتى ينتقل إلى مكان آخر لا يتعلق قلب الشاعر بأشخاص معينين بمكان معين حتى ينتقل فتبقى لوعة هذا الفراق في داخله لا يعيش حالة حب حتى يرحل حتى تنقطع حتى يصاب بالفراق بالرحيل وهكذا هذه الطبيعة القائمة على رحيل مستمر على فراق مستمر على انتقالات مستمر ولدت حالة من الغصة والأنم داخل الشاعر فهو حين يبكي الطلل إنما يبكي طبيعة هذه الحياة يبكي حياته الاجتماعية بشكل عام أي بمعنى آخر إن موقف البكاء أمام الطلل لا يمثل فقط موقفا شخصيا للشاعر وإنما يمثل بكائية اجتماعية يعيشها جميع أفراد المجتمع الجاهلين لأنهم يقعون تحت ضغط ونير هذه الطبيعة الجاهلية الظالمة طبيعة الحياة القائمة على الاختلاع المستمر من أي تعلق عاطفي بأي مكان أو بأي شخص تفسير الآخر هو التفسير النفسي ومن ذهب إليه الدكتور محمود الجادل والدكتور مصطفى ناصف أيضا ويرون أن هذه الوقفة الطللية هو تفريغ لمكنونات الحالة النفسية للشاعر بسبب طبيعة الضغوط وطبيعة الألم الذي يعيشه الشاعر الجاهلي في الصحراء هذا الألم النازم عن الرحيل وعن الحب المكبوط وعن الفراق وعن بقية أمور التي تحكم حياته الجاهلية فهو محاولة للتنفيس عن الحالة النفسية في أعماق الشاعر هذه التفسيرات المهمة هناك تفسيرات أخرى كثيرة ربطت الوقفة الطللية أيضا بجوانب أخرى لكنها ممكن أن تدخل ضمن هذه التفسيرات وفي النهاية يظل الشعر عصيا عن أي تفسير الشعر هو حالة من الخلق عصية عن أي تفسير الشعر هو حالة من الخلق عصيا عن أي تفسير